دكتور علي الدعم العيني له بعض العيوب والنهاردة وزير المالية مصرح ايل تقريبا 40% بيروح منه لذلك كان قطاب رئيس مجلس الوزراء تحويل هذا الامر للنقاش العامل احنا جزء منه دلوقتي الى اين تتجه الدولة الى التمسك بالدعم العيني ام الدعم النقدي ام محاولة الربط بين الاثنين وفي حقيقة الامر بس يعني زي ما الدكتور تفضل كده عشان اطبق دعم نقدي في ظل الظروف اللي احنا فيها انا ما عنديش بنية تحتية واضحة بنية معلوماتية واضحة عشان اقدر اقول ان انا هدي الدعم النقدي لمن يستحق لان انا محتاج الدعم النقدي بيروح لشخص الدعم العيني بيروح لسلع زي ما الدكتور تفضل وبالتالي النهاردة ما عنديش هذه المدينة يعني ما ينفعش ان انا نهاردة مش عارف انا هديل مين هذا الدعم تاني نقطة في الدعم النقدي انه ما ينفعش بقى متساوي عندنا انا بوصل المواطن لدرجة معينة يعني مثلا المواطن اللي بياخد 4000 جنيه والحد الادنس 6000 جنيه فالمفروض ان الدعم ده رايح عشان يعوض له الحتة دي اللي بياخد خمسة تعويده مختلف فما عنديش الاليات اللي اتمكنني ان احط الدعم النقدي في مكانه للشخص النقطة التانية في الدعم العيني يعني انا النهاردة عشان اتكلم على رغيف العيش احنا بنستورد تقريبا 8 مليون ونص طن امح لما نقول هندي دعم النقدي مين اللي هيستورد 8 مليون ونص طن امح وباي سعر وباي توزيع السوق بتاعنا ليس سوق مرن وسوق منافسة كاملة عشان ما يتأثرش بالتغيرات اللي بتحصل من بعد المستوردين او بعض المنتجين اللي بيعملوا عملات احتكرية السوق بتاعنا مليان مضربات عارفين عيوب الدعم العيني كويس قوي ولكن في النهاية اعتقد يعني الانتقال من الدعم العيني للدعم النقدي محتاج بنية قوية جدا ومحتاج ثقافة حتى على مستوى المواطن المختلفة اذا حاجة مع المبدأ لكن بتقول ايه الالية اه الالية لازم تكون مختلفة وممكن نعمل حاجة ان ما يمكن تحويله لدعم نقدي نحوله لدعم نقدي يعني الموضوع بتاع البنزين من الحاجات اللي فعلا صارخة يعني النهاردة مش بس بدي للعربية الفارهة اللي بتاخد بنزين 95 انا كل العاملين في البعثات الدبلوماسية بياخدوا دعم من البنزين وياخدوا دعم من الكهرباء فالترشيد في الدعم ورفع كفاقته يعني الدولة بطر الصبح رفعت الدعم على الاتنين دول حضرتك هتكون متفق؟ لا مش اصد كده ناصد عندنا نودي الدعم لمن يستحقه هي دي النقطة هي جملة دي تؤدي للمعنى ده اه بس مش بس على المستوى ده دع خلينا نكون المسالين ودول المسالين مهمين وحيقدر ربط برضو يعني مثال صحية كل هؤلاء لا يستحقوا الدعم ده بياخدوا حق واحد مصري غلبان المفوض يروح له واستهلاك الكهرباء تفتكر الدولة هيبقي وضعها في الشارع والحكومة هتبقيش عبيتها في الشارع لو بكرة صبح طبقت الصح اللي حردتك بتقول هتطبقوا بقالية ان الدعم النهاردة لما يصل لمستحقين مش تحصل مشكلة لكن احنا النهاردة ترجمة بقى كلمتين دول يعني ارفع الدعم عن الطاقة والكهرباء ارفع الدعم عن الطاقة والكهرباء للي ما يستحقش